حالة عدم الاستقرار التي تصيب بعض المجتمعات هذه من شأها بالأساس عدم استقرار النفس لأن المجتمع يتكون من أي شيء من أفراد كل فرد له نفس المجتمع يتكون إذن من نفوس فإذا ما اختلت النفوس اضطربت أصيبت بعدم الاستقرار كان منعكس ذلك أو انعكاسه على الأمة فلا تستقر الأمة لا يستقر المجتمع لماذا لم تستقر أمتنا الآن مثلا لأن هناك مثلا تهديدا إرهابيا شديدا هناك يوميا حوادث إرهابية تفجيرات قتل ذبح إلى ما هناك من الذي يقوم بهذا غير الأسوياء نفسيا غير المستقرين نفسيا المضطربون نفسيا من يتجاوب مع هذه الحوادث أو يتعاطى معها أو يدعمها أو يتخذها ذريعة لتحقيق مآرب شخصية أو جهوية أو طائفية أو إثنية هم غير المستقرين نفسيا كذلك هؤلاء الذين هم مضطربون يريدون أمورا تجعلهم غير مستقرين أو يستشعرون أنهم غير مستقرين إلا بتحقيقها بتحقيق هذه المقاصد والأمور فبسبب عدم استقرار النفوس لا يستقر المجتمع متى يمكن لهذه النفس الإنسانية أن تستقر حقا حين تتعلق بالله هذا هو السبيل الوحيد والحصري لاستقرار النفس الإنسانية فمن لا يؤمن بالله أو من يكون ضعيف اليقين والاعتقاد بالله عز وجل لا بد أن يكون مضطربا بنحو ما أحيانا تزداد شدة الطرابه هذه فيتحول إلى عنصر تخريبي في المجتمع وفي الحركة الإنسانية كالإرهابيين مثلا أحيانا يشتد الطرابه فيتحول إلى إنسان يائس بائس فيلقي بنفسه من وراء الشواهق منتحرا مثلا كما يحصل في المجتمعات الغربية وأحيانا تقل درجة الاضطراب هذه عنده فيتحول إلى عنصر هامشي في المجتمع في الحركة الإنسانية يستشعر نفسه وكأنه آلة كما يستشعر اليوم الكثير من أبناء المجتمعات الغربية يقول أن نحن تحولنا إلى آلات ليس إلا وظيفتنا هي العمل والعمل والعمل لأي شيء لزيادة ثروة أرباب المال أصحاب الرأسماليات الكبرى ونحن مجرد آلات نزيد في ثرواتهم ويعطونا فقط فتاة من تلك الأموال نظير الساعات التي نتلف فيها صحتنا وطاقتنا من أجلهم وبعدئذ سنتحول إلى خردة تكب في مكب نفايات كبير اسمه مقبرة فهم يعيشون أيضا حالة من الإضطراب تؤدي بهم إلى الذبول الخلأ الروحي يؤدي بالإنسان إلى الذبول فإذن نحن وإياكم في هذا الشهر الفضيل ننشد هذه الراحة النفسية هذا الاستقرار النفسي ولا يمكن أن يتحقق هذا الاستقرار النفسي إلا بالتعلق بالله عز وجل وشدة اليقين به والاعتماد عليه والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه حينئذ يستشعر الإنسان أنه ناجح في كل الحالات الإنسان المؤمن ناجح في كل الحالات يعني حتى إن أصيب بكارثة ما في دنيا فإنه يعد نفسه على الأقل في نفسيته في شعوره الداخلي يعد نفسه مرتاحا ومستقرا بل وناجحا يقول هذا البلاء الذي ابتليت به أنا دليل نجاحي لأن الله يبتل المؤمنين ويعوضهم بالآخرة مجرد اعتقاد الإنسان بأن هناك آخرة وفيها جنة عظيمة لا تقدر بثمن وأنها هي المآل والمنتهى والغاية هذا بحد ذاته يجعل الإنسان في حالة مستقرة ويرى نفسه ناجحا منتصرا فيتحقق إلى أو يتحول إلى عنصر إيجابي في المجتمع اشتركوا في القناة